اشتركوا في القناة معكم ران حرق مرة ما تحمس سأعرف مو بس عمر أعرف على العالم على السعودية وجمالها يلا بينا جاهزين شباب جاهزين 3, 2, 1 روحين تجيبتت فلسطة السحرة لك ايش رأيك ماذا للمكان الجميل هذا هذا المحل هو حفة العالم أجب دوورل وكثير ناس ما يعرفوا أن هذا كان قاع البحر هذا كان بحر هذا كان بحر هذا كان بحر من آلاف السنين طبعا ما كان أمس وقبل أمس هذا كان هذا المكان اللي يقولوا أنه كان محيط في السعود هذا هو هذا المحيط طبعا بنسمع أسامي فرق منكم عشان نعرف نناديكم عندكم أسماء في بالكم لازم تختاروا أسامي المنتقمون 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 ردوا على المنتقمون باسم كذا المتحدون المتحدون المنتقمون والمتحدون روحة جابتنا المكان الرهيب هذا وانا جبت لكم ثلاثة تحديات رهيبة رح نبدأ التحدي الأول بأنكم لازم تروحوا هايكينج لقمة العالم بمجرد ما توصلوا هناك رح توصلوا للمرحلة الثانية وهي إنكم تبنوا خيمة وبمجرد ما تبنوا الخيمة في طلب ثالث صراحان أضفتوا كده من عندي يبقوا بتولعوا لنا نار لأنه صلاحة جوباني بارة شوية فالفريق اللي رح يخلص أول هذي ثلاثة مهام رح يكون فايت معانا إن شاء الله تمام؟ تمام ترازين ترازين ثري تو وان نعم 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 بلي أكبر تحدي سويته في حياتي أنا واحدة عندي فوبيا من المرتفعات خلصت التحدي الأول ووصلنا على حد العالم وده حين جاهزين إن شاء الله تكونوا كلكم للتحدي الثاني اللي هو حدث أنا رح يكون تحدي التخيم التحدي الأول شوفوا منكم منافسة شرسة مشينا ما شاء الله مسافة مرة طويلة الآن نبغى نرتاح نبغى مكان نريح فيه فرح نبني خيمة مع بعض إن شاء الله الفريق اللي هيخلص أول رح يحصر على نقطة ونشوف منا فريق الفايز معنا اليوم جاهزين؟ جاهزين يالله مين واخيرا نتهينا من فقرة تركيب الخيام والآن نقدر ناخد غفو حلوة صغيرة بس نبغى ناخد غفو هذه يجب أن نقيم من الخيام الأحسن من وجه تنظر الصراحة والله الصراحة أنا ما أفهم في الخيام هادي أنت إيش رأيك؟ لازم نشيك هم الفريقين عملوا جهد ممتاز ما حقول بس فيه فريق عمل أفرد أحسن كفريق وما استعجروا فنشيك الشيك تاست اللي هما يسووه أوكي الشيك تاست واو ثابتة ولا؟ لا طلعت سمعت عن محاولات الغشة اللي صارت ولا المشاكل اللي صارت؟ مو غاش يمكن يتحمسوا لأنه فيه حماس ومنا مبساطة ما شفت الحماس أوكي؟ طيب تفضل؟ أنا لازم أجد تجربة وتخصي تسوي الشيك تاست بسم الله آه ما أعرف عن الرأي الفني اللي رأي بس خين شوف آه آه شوف لا لا الهنا حصا أوكي عطينا وجه نظرك الفنية بحكم خبرتك المضوذة صراح صراح الفريقين عملوا أفرت ممتاز لأنه أعرف أنه ما عندهم باكران مرة جامد آه وهنيهم هما الاتنين وصراحة برأي الفريقي اللي فوز هذا إز هذا الفريق هذا الفريق وصلنا للتحدي الأخير يا أخوان الجو بدأ يبرد الليل بدأ يحل وبصراحة نحتاج شوية نيران تدفينا يا أخوان دعم بس مو ولا على نار فنولى على نار بهذا الشي تعرفوا شوه؟ شغل بيسيكلي هذا شغل هذا مو يستوربايفل أنا أشغال حادي النار من أهم الأشياء للستوربايفل حيكون الفائز بسيط أول فريق يشب نار يشب النار يفوز مو بس يولعها لا يشبها ويفوز وأنا أتجع الفريق الفائز لني بردان فاللي خلص بسرعة أنا مرة أحبه شباب جاهزين؟ تردين ثري ثو وان يلا عليها حيلو 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 قرب 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 حيلو 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 صح علي صح علي صح علي صح لي صح علي صحيح كان تحدي جميل جداً بالراليات اللي طلعنا فيها بالبرد بالأجواء كان شي حلو 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 مرة فوق المتوقع للأمانة كذا يوم شفت يعني كان مرة مرتفع ومكان الواحد لازم يزوره مدام هو وجود في المملكة لأن في مرتفعات عالية وفي مناظر عجيبة فيه أجتمعها وتقابلها أنا والفريق لكن كانوا جداً ممتازين وروحهم ممتازة والتعاون كان مطلوب من أول دقيقة في التحدي إلى آخر دقيقة يا سلام في أحلى من كده نهاية للحلقة في أحلى من كده نهاية للتحدي ولش رأيك للغاية صراحة نهاية مرة حلوة فريق المتحدين اللي هو فريقي أنا فاز في الآخر بس أنا أقول بصفة عام الفريقين عمل جهد ممتاز وأهم الشيناك تعلمتوا شي جديد هذا يعني من راب أب رائع لليوم الأول لحلقات المغامرة معكم كل واحد فيكم يستهل تحيي أعطونا تحيي هون رابو تحيي فريق المتحدون اللي فاز معنا في التحديات اليوم وهذا تكون نهاية حلوة الحلقة من اليوم إن شاء الله نشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية كان معكم عمارة الرحمن ورحم حرق برنامجنا سلسلة مغامرات كولومبيا نشوفكم على خير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة